هذه الحكومة مئة يوم مرت على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب الذي وعد بأنها ستعبر عن تطلعات المعتصمين وأنها ستكون بمثابة فريق إنقاذ سيتعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية بإجراءات سريع مراقبون للمشهد في لبنان رأوا أن اجتماع الحكومة الحالية الذي عقد الخميس الماضي وخصص لبحث إنجازات الوزارات أكد الفشل الكبير الذي يلاحقها في التعامل مع أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والنقضية والحقوقية خلال فترة الأشهر الثلاثة التي وضعتها لنفسها أبرز فضائح الحكومة تمثلت في تسجيل سعر صرف الدولار مستوى لم يشهده لبنان في تاريخه إذ لمس الأربعة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية في حين بقي السعر الصرف الرسمي ثابتا على ألف وخمسمائة وخمسة عشر ليرة الأمر الذي انعكس غلاء في أسعار السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية وعلى صعيد القطاعات كلها من جهة ثانية برزت فضيحة تهريب المزوت والطحين المادتين المدعومتين من قبل المصرف المركزي إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله وتمنع إقفالها لأنها من الممرات الأساسية لنقل أسلحتها وعناصرها ومقاتليها لدعم نظام بشار الأسد كذلك سجلت الحكومة فشلا كبيرا في ملف تعينات بإخفاقها في إطفاء منطق الكفاءة والخبرة والاستقلالية على المراكز الإدارية والقضائية حيث لا يزال منطق المحاصصة السياسي يعرقل مسارها في سياق آخر برزت الأساليب القمعية التي ارتفعت حدتها منذ نيل حكومة دياب الثقة سواء مع الناشطين أو الصحفيين في ساحات الحراك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وداخل مراكز التوقيف أساليب ارتبطت بإخفاقات كبيرة لحكومة حسان دياب التي يثق الناشطون في الحراك الشعبي في لبنان أنها ستسقط في الشارع فور الانتهاء من أزمة وباء كورونا